الهي طبعا دهنا نتكلم عن نسخة تطبيقات وكيف تقدر تعمل اكتر من نسخة من تطبيق واحد في الجهاز. طبعا في بعض الاجهزة الخيار ده فيها اصلا موجود زي اجهزة الشاومي. لكن طبعا ما يكون لها تطبيقات. في تطبيقات مثل زي الواتساب ممكن الفيسبوك. لكن في تطبيقات ممكن تعامل منها نسخة احتياطية في بعض الاجهزة. لكن هنا التطبيق ده هي خليك تعمل نسخة احتياطية او مش تعمل يعني نسخة اخرى من التطبيق. اه ممكن تعمل ثلاثة اربعة حسب الانتر كلمية الانتر دايرة. بس تغير الاسم بتاعها. وبموضوع بسيط جدا من غري مشاكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا عندنا اخونا مصطفى تكلمني كم مرة والح عليه في الموضوع بتاع نسخة تطبيقات نسخة تطبيقات. شكل عندك كم تطبيق كده مهم دار انسخم. ويس اه يا اخونا يا مصطفى. طبعا كتب لي في التعليقات. في ناس طبعا طلبوا اني برامي كثيرة لكن احفولي. اخونا طبعا مصطفى هلأ طبعا او ممكن تنزل لنا تطبيق او وحدة خاصة للروت لتكرار او نسخة تطبيقات اكسر اي مرة. ويس وكلمني طبعا كم مرة وطبعا انشغلت حبة كده معليش طبعا لكن الحمد لله لي لقينا التطبيق. طبعا اه ليك التحية اخونا مصطفى ولكل المتابعين في الغنى. طبعا زمان كان في تطبيق اللي هو بتاع الابك ايديتر برضو كان ممكن تعمل منه نسخة اخرى من التطبيقات لكن ما بنجح مع كل التطبيقات. طبعا في الغالب التطبيق ده بنجح مع كل التطبيقات في الغالب. في الغالب يعني نادر ما تلقيك تطبيق ما ينجح معه. كويس التطبيق عندي طبعا اسمه ااا كلونر او كلونر النصة بنطقه الار. كويس اللي هو بالشكل الظهر ده. كويس التطبيق ده طبعا جميل جدا وبينسخ ليك يعني مبالغ وبيخليك تعدل في التطبيق لاقصى درجة انت ممكنه انت دايرة. نفتح طبعا التطبيق. حيفتح معي. كويس. اول ما يفتح معك بيديك طبعا تطبيقات الحديثة وتطبيقات المسبتة في التلفون كلها. حتى بتطبيقات الجهاز الزات بتاعة النظام بيديك لها كلها. تمام. بعد ما اديك التطبيقات كلها طبعا لو انت حابة تنسخي تطبيق معين. يعني مثلا نقول ان احنا دارينا ننسخ مثلا الماجيك. الروز ذاته احنا دارينا ننسخه. نضغط عليه. لاحظ معي بيديك الصفحة دي. اول حاجة نسخ رغم كده يعني نسخة واحدة. اتنين معناه نسختين بنفس الموضوع ده. الاسم طبعا هتغير الاسم. ممكن تخليه طبعا بنفس الاسم لكن يا حبزة لو غيرته احسن عشان ما رحصت التضارف في النسخ. بعد كده دارن تغير اللون دارن تغير شكل الايكونة دارن تدويره دارن تقليبه المهم دي كله اضافات تانية حسب ان рас funder وزوق بتاعك ودارن تعمل كيف. طبعا دي كله اضافات. لكن الحاجة الهرس عندنا انه دارن تعمل كم نسخه يلحن والله نسخة واحدة استبدال التطبيق الاصلي ولا ما دارن اعمل الكلام ده. طبعا ما دارن نستبدال تطبيق الاصلي. دارن نكون في تطبيقنا التطبيق الاصلي والتطبيق النسخة طبعا الاسم هنا وصل اسمه ماجيك نحن هنغيره هنبقيه مثلا وليكن مثلا مصطفى يا مصطفى كويس بعد كده طبعا دار تغير اللون ممكن تعمل درجات تحت اللون تبقيها مثلا تاني ممكن دارت الايكونة ممكن تعمل لها قلبه فوق تحت حسب الحاجة اللي انت دايره ايه طبعا ما هناي ما ضروري طبعا كتير طبعا دارت تستبدل الايكونة ممكن تستبدله دارت تضيف علامة زيادة بصلا دارت تكتب اي حاجة ممكن تعمله كويس تاني هنا عندك خيارات الخصوصية دارت اعدي لكتر حماية التطبيق دارت تكتب كالمسر وبالذات طبعا كلمة السر دي انا هنقول لك لانه طبعا فيناش موضوع كلمة السر دارت ضروري عندهم طبعا ازهار كلمة السر ووضع التخفي ازال فقط مرة واحدة يعني شنو كلام ده هيكتب كلمة السر وتعمل موافق اي زول هيسبل التطبيق كل ما يسبته هيقول لك كلمة السر لكن ازال مرة واحدة فقط طبعا ممكن تسبت المرة الاولى هيطلب منك الكلمة بتاع السر وخلاص لكن ازا كتبت كلمة السر كل مرة هيقول لك دارك كلمة السر لي زول مثلا تديهه التطبيق ده اويت طبعا ما عارف كلمة السر لكن زول لديه التطبيق حولته ليه التطبيق المنشوق ده لازم توريه كلمة السر عشان اشتغل معه وطبعا ثاني في جوطة كتيرة واجمل ما في الموضوع اللي هو فيك كالكيوليتر ده معنها شنو يعني انت الخيار ده بتكتيف فوق وكلمة السر كود وكتسبت التطبيق بعد ما تعمله يعني النسخة التانية بعد ما تسبته بس هرك في شكل اهل حازبة لو كتيقوم يدخل الكود هيطلب منه الكود حيقوم اشتغل معه التطبيق لو ما دخل الكود هيكون في شكل اهل حالة كاتبة بس طبعا ما نشرح كتير يعني الكلام ده كله بس ده نعرف انه كيف نعمل الكلام ده غيرنا الاسم عمل نسخة واحدة نعمل موافق قال لي طبعا الكلام يرجع غراءة وا 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 وكيدا وكيدا ما مشكلة نعمل موافق طبعا هنا هيبدأ شنو يعمل نسخة للتطبيق طبعا انت تيم عملية المعالجة بعد ما يخلص طبعا هيقول لك يا اخي تنصيب النسخة او تثبيت النسخة يعني بالدارية كده عندنا طبعا بعد كده حسب التطبيق بتاعك ازا كان حجمه كبير بياخد زمن ازا كان حجمه صغير طبعا بياخد بوقت اقلة حسب بعد كده اشكالية بتاعت بعض التطبيقات يعني لكن الموضوع بيمشي معك وانحي خلاص خلصنا الترميز اقلي اوكي تنصيب نضغط تثبيت مصطفى لاحز تثبيت مصطفى فوق كويس مصطفى جعل السبت يا مصطفى جعل تثبيت نشوف بعش شوية جعل تم التثبيت بنجاح كويس بعد معاملات الكلام ده ممكن ترجع وراء حبه اطلع من التطبيق كله كله لمش نشوف تطبيقات لاحز معي هنا عندي فوق ميجس مانجر وهنا عندي منه مصطفى نفتح مصطفى قد انا تطبيق صلاحيات الروت ده صلاحيات الروت انا محدي طبعا صلاحيات الروت تمام ماذا اريدك صلاحيات الروت لكن السبت معي التطبيق عندها لو ممكن اعمليه لغاة بتاع تثبيت ده مصطفى وده المجس مانجر واحز معي عندي تطبيقين تمام واحز معي ده تطبيق المجس مانجر بتاع الصن المثبت في الجهاز وده تطبيق مصطفى اللي هو برضو تطبيق الروت ذاته الموجود عندي طبعا مع تد صلاحيات الروت بياخد طبعا نفس الصلاحيات كده انا وريتك مثال لانه شنو تقدر تنسخ التطبيق عادي من غير ايه مشاكل في الجهاز وتشتغل به من غير ايه طبعا تطبيق ده جميل جدا طبعا فوقه نسخة عادية وفوقه نسخة البرو تخوش بعد كده يا سيدي تفتش نسخة البرو دي لا تشوفها مهكرة لا تشتريها تشوفها الحاجة اللي بتريحها كويس لكن انا ما احضر لليك واحدة مهكرة في الغنى اشان احنا ما راقصين مشاكل قديره اه وطبعا لو ده حاب احضر لليك الرايب بتاع النسخة العادية طبعا ما فيه ميزات كتيرة زي النسخة البريميان شوفت بعد كده حجيبها من وين ده حيبترجعلي كده كده انا خلصت كلامي وتاني الشكري كده طبعا للمتابعين وبالخص ليس لمصطفى ونقول لكم بعد كده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة